السلام عليكم يا شباب النهاردة ان شاء الله الحصة الثالثة في شابتر 1 هنتكلم بقى على اومزلوم بداية الجادة بقى بداية اصعب جزء في الشابتر ده موسى زيدي احنا واخدين مع بعض ان في قانون اسمه او ذي ايقل اي فار ايقل اي فار وكننا منقول ان الفوت هذا اللي بيحرك الكارنت في الريزيستنس لان الكارنت ها ماشي بيقابل فريكشن بيقابل ريزيستنس فلازم مجهود أو او انرجي وورك دان علشان نزوء الي اي جوه الي يوجوه الي دي تمام فكننا بنجي عند الريزيستنس كده ونقول ان الكارنب حرك من الباصتيف لناجاتيف جوه الي دي مين اللي بيحركه الفي يبقى الريزيستانس دي هتكون سيوم مني اسمه اي فار المجهود اللي انا اخدته عشان ازوق الاي من هنا لحد هنا اسمه في اي فاحنا بقى عايزين ناخد ايه عايزين ناخد عايزين ناخد عايزين نتبق نفس القانون ده على سيركت كاملة بقى مش رزيستانس واحد اوكي بص اسي دي كلها يختلف ان الار دي هتكون الار اكويفلنت اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت لما كنا عدنا نجمع كده ايه عندك مقامات كتير تصغر تصغر فيهم لغاية ما تبقى مقامة واحدة اللي يازم منها الار اكويفلنت طيب ايه كمان الاي هيبقى اسمه اي توتل مش اي اي وخلاص لا هيبقى الاي اللي جاي من الباتري وعشان كده لازم نرسم الباتري الباتري بقى اكيد معمولة مزبوط وهتدرس الكلام ده ان شاء الله عندك في الكامستري كمان السنة دي التفاصيل بتاعته فالباتري اكيد ليها بس بنسميها مقامة صغيرة كده مهم جدا الجزء ده وهنا كمان بتفصيل النهار ده بقى يبقى الباتري ليها مقامة نتيجة المواد اللي جواها برده قيمتها غير بقى ليه الار اللي بره يبقى شكل القانون لما حايت بيطبقه على سيركت زي دي شكل بيعمل ازاي كل اللي هيحصل انك هتكبر كل حاجة هتعممها بقى الفي دي هيبقى اسمها في بي الفولت بتاع الباتري اللي موجود هنا دي اقول نقطة طب تاني نقطة الاي هيبقى اسمه اي توتل اي كمان الار بقى هتبقى الار اكويفلنت اللي هي اللي بره والار انترنل اللي هي اللي جوا الباتري طب اللي اتنين دول مع بعض متوصلين ايه فارل ولا سيريس لو انت واخد بيلك هما طبعا سيريس لان الكرينت ايه ماشي كده هيكمل طريقه ويرجع تاني ولا تقسم اضرح في حتة هو وان باس لاين واحد واير واحد الكرينت معمال يلف فيه يبقى هم اللي اتنين سيريس فهنجمعهم ار اكويفلنت بلس ار انترنل وده هيبقى القنون هنشتغل بيه عشان نحسب قيمة مثلا الفي بي وممكن برضو من هنا تجيب قيمة الاي توتل الاي توتل اي توتل اي كوال في بي على ار اكويفلنت بلس ار انترنل لو انت اخد بلك هو مش قهون جديد هو برضو في على ار برضو بس الفي انا عايز الاي توتل فالفي حياخد كل الفي اللي هي سامنها ايه في بي والار حياخد كل الارات كل الريزيستور اللي في السيركت اللي هي تبع الار اكويفلنت ومعها كمان الار انترنل تماما تعالى نشوف بقى ايه شوية كده يعني الجبرا بسيطة في تفاصيل القنون ده تعالى ندخل الاي دي جوه الاي دي هتبقى ملتبلايد الار وملتبلايد الار انترنل كمان فيبقى شكل القنون هنعمل ازاي هيبقى الفي بي ايكوال اي توتل في الار اكويفلنت بلس الار اي توتل في الار انترنل مصبوط دخلنا دي اي الار اي كوائشل ت�� بتقول لك انه الار اي تبقى توتل تبقى الار اي التوتل اي التوطل على الباتري هوا عبارة او مكانين بس بيتعمل فيهم الار ايه St آپسannée bomb make a new呀 او بتصرف فيهم ايه هم المكانين اللي من جعلها الاوان التسايت سيركيت سنسميها الاوال الاوتسايد سيركيت توتل بقى الصورس يعني اواتسايد السورس تعالى نكتبقى اواتسايد السورس افضل يبقى هذا هنسميه outside source اللي برا الار الى الار الى البرا وطبعا عندك الار internal اللي هي inside source يعني الباتري بتعمل كم مجهود هم اتنين بس يا برا يا جوة لو انت بصيت كده مقايق على الرسمة دي دي الباتري في internal resistance جواها بس احنا عشان نشوفها رسمتها لك بس برا والcurrent total خارج من هنا ونكمل وهيعدي في ال resistance دي فمين هيزوء من هنا لحد هنا لان في عندي هنا ايه فاكيد محتاج 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 هتزوء اللي هي هتكون مين اللي هي هتكون اللي هي هتكون اللي هي في الار بس دي ممكن ساعتبقى تكون كل الاراتي كويفلت فلها نسميه في الفولت اللي برا طب ولما الاي يوصل لحد هنا مين هيعدين ناحية تانية من هنا لهنا مش في عندك نتيجة الماتيريال المعمول منها الباتري فاكيد انا محتاج برضو انرجي او وورك دان عشان هزوء الاي برضو جوه مين جوه الانترنال دي فحنسميه اي ار انترنال يبقى مجهود الباتري كله هو عبارة انا حكيتين يهم الوتينشل ديفرنس او اتسايد السورس يهم الوتينشل ديفرنس انسايد السورس طيب يبقى مجهود بيتصرف برا ومجهود بيتصرف جوه ومجهود واتفقنا خلاص ان الاي في الارضي هنسميها في يبقى في بلاس اي ار يبقى خلاص عارفنا ان الباتري التوتال وورك دان التوتال انرجي التوتال الوتينشل ديفرنس او الوي بي عبارة عن الوتينشل ديفرنس او اتسايد السورس الفولت اللي هتبزله من برا بلاس الانترنال عارف ممكن تفكر فاذا ايه واحد مثلا شغال موظف بيروح الصبح الشركة بيطلع برا البيت يروح شركته بيشتغل وبيقبض مثلا فلوس معينة بيقبض مرتب معينة وليكن اكس بيرجع برضو بيشتغل من البيت فريلانس مع الكمبيوتر كده يعمل شوية شغل ان كان بقى كتابة او ان كان ديزاين او واتفر فبردو بيعمل فلوس وليكن واي يبقى كل فلوسه كل الفلوس اللي جايه منين جايه من الاوتسايد البيت اللي هي اكس اللي تيجي من الشركة ولي بيعملوا في البيت اللي هو ايه اللي هيكون مجموع الاثنين نفس القصة وفكرت فيها كده هي عبارة عن المجهود اللي هي بتعمله عشان تزق الاي في الار اللي برا الاوتسايد سوركت اوكي ومجهود تاني انها هتزق الاي انسايد الانترنرز يبقى انسايد السورس يبقى بتعمل كم شغل بتعمل اتنين واحد برا السوركت برا السورس واحد جوه السورس طيب من هنا بالمناسبة اقدر احسب الايفشنسي بتاعت الباتري كفاءة الباتري اشوف هي خرجت كام على التوتل مجموعك في سنوية عامة هتقول اضع اوكي ومجموعك في سنوية عامة هتقول مثلا انا جبت مثلا ربعمية من كام من التوتال ربعمية وعشرة في مية واشوف كام في المية اوكي يبقى ازاي يحسب بالطريقة دي طب ازاي يحسب نسبة الجزء اللي انا خسرته الجزء اللي انا فقدته ما استفدتش بيه اللي هو الجزء اللي اسمه في مية برضو ما هو دلوقتي الباتري بتعمل قولنا مجهودين مجهودة عشان تزوق الاي في السيركت اللي برا او سوري في الاواتسادي السورس و او انرش عشان تزوق جواها نفسها عشان هي عندها مقامة داخلية يبقى انا دلوقتي لو شاري باتري زي الباتري دي مكتوب عليها عشرة بولت وليها انترن الريزيستنس وعايز اشوف الريزيستنس دي هتستهلك مني كام هتحسب اي في ار هتروح تلاقيها مثلا تمانية او نص ايه ده هو انا مش شاريها بكتوب عليها عشرة اه طب لما جيت احسب ايس لقيت ان دي المفوضي وصلها عشرة لقيت وصلها كام تمانية او نص اقل من عشرة طب ليه مطبيعي لان عندك مقامة داخلية في انترن الريزيستنس بتزحب جزء من الايه من بتاع الباتري يبقى دي اخدت كام دي اخدت ايف ار متساوي كامل واحد او نص انا بس اميدل ارقام الدماغي اللقتي كمان هنحسب بكل حيب التفصيل هنش بقى ازال عليه انا بس عارك تفهم ان انت لو شاري باتي لعشرة بولت خلاص دي الفي بي طيب هتقسمه ازاي جزء انترنال جزء اوتسايد الجزء اواتسايد اي فى اوار اي فى ارقويفلنت بقى طب اتقسمه افوينت فايف طب وجزء الانترنال اللي جوه الباقي اللي هو هو فلما تيجي تجمع اواتسايد على الانسايد اللي هو ال اي ارقويفلنت على ال بلاس الاير انترنال هتلاقي تمانية ونص زائد واحد ونص هيتطلع لك التين فولت اللي هم الفي بي يبقى لو الباتري ليها انترنال انا ما باستفدش بكل اللي معاها هي عليها عشرة وجاية معها انترنل لا خلاص لو انا بسط المسألة ليتين فيها انترنل يبقى انا مش هستخدم العشرة بس هستفد باقل من العشرة وهنشوف حمل في المساعد يبقى انا ممكن لحسب حاجة اسمها الفيشنسي الباتري اللي خرج عالطوة الفمية اللي خرج ممكن نكون دي اللي هي بسلا لمبة طب لو عايزة بجزء اللي انا خسرته مستفدتش بيه لان انت شارب الباتري عشر فولت في واحد ولوص انت مستفدتش بيهم اصلا ومش ترف تستفد بيهم خلاص ليه عشان الماتيريال اللي جوه ليه الكيميات الماتيريال اللي جوه الباتري دي بتسحق جزء من البوتينشون يبقى هيبقى على في بي في مياه وطبعا كده عارف برض معلومة لك تم انت عارفها في الحال العملية كده الباتري كده كده بتقل معلوات زي مثلا الباتري الايفون او زي باتري الاي مباية العاماتة بتلاقي الباتري ديما دي بتزيد مع الوقت بس فورناو انا عايزة عايز منك اللي ايه المعلمات دي يبقى اللي اتكلمت معاك ازاي ان انا انتقلت من اومزلو ل اومزلو فوركلو سيركت ازاي طبقته على سيركت كاملة مجرد مثلا اكبرت كل رمز للحاية الكبيرة بتاعته ايه الفي تبقى بي بي الاي تبقى اي توتل الار تبقى وطبع معاي الار انترنال سيريس معاه طيب كلمة في الكلام ده والترك ازاي تحسب الاي توتل ؟ احجب الكلاني الخرن من الباتري بقى احسبه ازاي هيبقى الفي على ار الانهي في وانهي ار انا عايز الاي توتل يبقى الفي احخد كل الفي اللي استمها هي اسمها vie we طب و قال اي ار اخد كل الار لان انا عايز الاي توتل طيب مش اتكلمنا كمان ان دا اسمه ايه اسمه الي بي دا اسمه الايب PERETAT وده اسمه أو الدروب أو فولتج إنسايد الباتري عايزك كده تعمل إيه؟ توقف سنة كده وتكتب بس التلات معلومات دول أو تكتب التفاصيل اللي عملتها من أول هنا كده تكتب إن وانتقلنا لل وإن أنا دخلت فبقى شكلها عامل كده بعد كده أخدت الجزء اللي بقى وإكتب تحتها إن هو وإن ده اسمه إذا فهمت وإن أن التوتل بتاع الباتري متقسم على حكتين وطبعا خلاص المكتوب عندك هتكتب لي بس الباتري حتياطي وتكتب لي الجزء المتطة أو إفشانسي المتطة 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 ؟ ويرجع ثاني للنجاتف فهي دايما بتنقله من الهي لللو زي المثال بتاع ايه بتاع اللي شونه في اول حصة او في اول حصة خالص الكارنت هو داخل الريسنس كده بتبقى دي اكيد المنطقة الهي وتنتشل وده المنطقة اللو زي كده ما شفنا مثال الباتري اللي هتلاقي في اول حصة عندك خالص مش فاكر ولا رقم كم في الملزمة هتلاقي الباتري كده ايه رفع سلك ومنزله سلك والاي نازل كده يبقى بتخلي وير تيرمنال 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 تير إن في حاجة اسمها VB equal V plus IR عايزك مركز النهاردر إن النهارده أهم حصة في الشابتر كله وخلاص دي فعلا الآخر حاجة حنا نشرحها في أمز له خلاص فعايزك تركز جدا فيها لأنك لازم تفهمها قوي فحنا عرفنا جاد خلاص الكلام ذا VB equal V plus IR ممكن بقى نجيب ده في ناحية لوحده كده لأن ده اللي عايزين ندرسه ده اللي عايزين نتكلم عليه V equal cam ممكن بس أودي الجزء ده مش هوا بالبوسطف حبعته الناحية الثانية بالمينس يبقى عندي هناك إيه VB minus IR قانون في غاية الأهمية والخطور لو أنت ركزت في القانون ده كده هتلاقي إن في حاجات في ثابتة وحاجتين بس اللي بتغيره إيه هما مبدئيا الفولت بتاع البتري ما بتغيرش فده ثابت طيب بلاش عامل سهم لتحت كده عشان انت بتفهميش هنا أنا ببعمل لا أنا هنخليها إيه يعني هحط بس عندها كده نقطة حمر يبقى ده يا جماعة ثابت الار انترنل بردو ثابتة يا مستر او انت مش قلتلي في الحياة العادية والايفون والموبايل الاندرويد من المقامة بتزيد معلوية اه ده في الحال طب ايه احنا هنا اكاديميك بنذاكر الارض في ما راجع عندنا ثابتة بتغيرش لو هده لك بواحد قوم هي هتفضل واحد قوم لحد داخل السنة خلاص ما بتتغيرش يبقى الارض لو كانت موجودة ما هي بزيره يا برقم لو كانت موجودة خلاص يا كونستن ربش هتغير ولا هتزيد ولا هتقل مين بقى اللي بيزيده بيقيل الاي طب ولو الاي تغير مين يتغير الفي طب يا ترى الاعلقة بينهم عامل ايه دايريكت ولا انفرس طبعا هتبر ان انت مش عارف حاجة خالص مش فاهم لسه ومش شايف هم ايما بعض فعلا اندي امثلة ايه رأيك نحط الفي بي بعشرة مثلا زي المثال اللي قلته من شوية ايه رأيك نحط الار انترنل باثنين مثلا تعالى بقى نحط الاي وانا نقسني الاي هنا ونشوف البنية يبقى بكام ونلعب في الاي نزوده او نقلله ونشوف بكام يلا تعالى مثلا نحط الاي بواحد طب مع عشرة مينس واحد في اتنين يعني باثنين عشرة مينس اتنين بتمانية صح؟ بتمانية طب تحب نزود ده او نقلله؟ تعالى مثلا نزوده يبقى انا هكتب دلوقتي تن مينس حاجة في اتنين تعالى نزوده او نخليها انا اتنين طب ما هو اتنين في اتنين بفور تن مينس فور بسيكس ايه ده بقى؟ انت لسه مششايف ماشي تعالى نكمل تن مينس حاجة في اتنين تعالى نزوده نخليه تلاته مثلا سريف توب سيكس تن مينس سيكس فور واخد بالك انه كل ما الاي كان عمالي يزيد واحد اتنين ثلاثة كانت الفي بيحصل لها ايه؟ تمانية ستة ربعة عمالت ايه؟ تقل يبقى الاتنين دول انفرس افتكر دايما عشان موضوع المينس ده هما الاتنين انفرس كل ما الاي يزيد كل ما الفي تقل والعكس لو اي قلت الفيت ايه؟ تزيد تمام يبقى احنا خلاص اخدنا وعرفنا القانون جي منين تعالى بقى نرسمه هنا هرسم الفي هنا هرسم الاي عايز اعرف في الكيرف هد منين بص يا سيدي عشان نعرف اي جرافك بيترسم ازاي؟ في المنحك بتاعنا ده بنا بنابدأ ان احنا نعوض عن اكس اكسس بزيرو ما انا مش عارف الكيرف يبدأ من ايه؟ فحط الاول اي بزيرو واشوف الواية هتبقى بكام بقى انا هحط ده بصفر هحط بصفر يعني كينه واي فينا واشوف ده سعيتها بكام تعال انجرب هو لو الاي بقى بزيرو ما هو جزء ده كله راحة هل الفي بقت بزيرو؟ ولا بقت اي كوال حاجة اسمها في بي بقت حاجة اسمها في بي طب طب يبقى الكيرف هيبدأ من النقطة هنا اسمها ايه؟ في بي ولا قلتلك النوم انفرس يعني كل ما كان بيزيد كل ما كان بيقل فتلاقي الكيرف عمال يعمل كده بس صوت طبعا انا بس ايدي اللي ايه؟ يعني اتهزت شوية بس صوت طبعا خطة مستخين طب وازاي بجيب السلوب؟ قلتلك السلوب هالمرة اللي فاتت بالتفصيل قلتلك بنجيب السلوب ازاي؟ الواي دلتا واي في مينس في بي لازم تاخد النقطة الانترسيت في مينس في بي على ايه؟ على اي مينس زير طبعا اللي هي اي يبقى لك كام؟ يبقى لك نيجاتف ار مسترجات ازاي؟ تعالا كنا نعملها واحدة واحدة انا عرف ان السلوب في مينس في بي على اي ويديلي الفي بي دي الناحية التانية هيبقى عندك ايه؟ في مينس في بي ايكوال نيجاتف اي في ار مهد السلوب يقوللي في مينس في بي ديفايد اي خلاص ويديلي الاي ده الناحية التانية يبقى هنا اي يبقى شيل ده والاي وديده الناحية التانية خلاص يبقى لك مين بقى؟ النيجاتف ار النيجاتف الجراف نازل بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الانترنل رزيستنس بتاعة الباتري طيب وارد في بعض المسائل هنشوفها هيبديلك هنا انجل سيتا فبرضو الاسلوب هيساوي ثاني السيتا طيب ماشي متفقين لحد هنا تعال نكمل يبقى الوقت نرجع بس تاني مع بعض الانترن بين الامف والفولتج العلاقة ما بين الفي والفي بي والاي كمان قلنا في ايكوال في بي منس ايار ظنرور الاي قم بلغats كلما يغير في ر بغير في الآي ولما غير في الآي بغير فين؟ بغير في الزي مثال عشان تبقى فاهم، وهنا شبق سرقة تير جدا على الجزئة دي سي أننا هينكريز الريزيزنس سي أننا هزود الآي فاريبل لو أنا زودت الآي فاريبل آسف، لو أنا زودت لو أنا زودت الآي فاريبل الآي توتال هيقل طب ما الآي توتال لما يقل الآي هات ايه؟ هتزيد قلنا عشان هما انفرس عشان موضوع الايه؟ الماينس ده طيب، افرد ان الكارنت فضل يقل 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 لغاية ما بقى زيرو ساعتها التر من الفولتج ده يساوي كام؟ لو ده بقى بزيرو، خلاص شيله خالص هتلاقي الآي كام؟ يبقى في حالة ان الآي يقل زيرو اللي بنسميها تيرمال فولتج تانية اسم تانية اسم طيب، هيكون ايكوال كام؟ هيكون ايكوال الامف اللي هي الوي بي وخلاص علينا ان الاسلوب بنيجيتف اوار جراف كده صريف قوي جايبوا لك والله من مرجع فاسيكس علشان تتخيل الموضوع ماشي ازاي فعلا جوا السيركت بص يا سيدي مش معلن هوم من مرجع فاسيكس هوم مش عليك لا عادي عليك وممكن لاف ان تحنوح يتزيه عادي جدا ومانيججا لها سئلة مشكلة كله اصلا في الاخر بنجيب السئلة حتى الاجزامز يجيبه من مرجع فاسيكس تعال نشوف كده ايه قصة الجراف ده ونزيد نطبقها على السيركت دي بص يا سيدي شوية كده معلومات لازم انتم انت عارفها اتكلمنا فيها بشكل كده ايه يعني مش بالتفصيل قوي في اول حصة الرمز ده اسمه الباتري الشرطة الطويلة اسمها والنيجيتف اسمها والشرطة الطويلة اسمها البوستيف بتخرج اللي اسمه اي وبعد كده اي بيكمل طريقه كده وبيعدي مثلا على مقامويتين ويرجع دي فاكر في اول حصة قلتلك ايه قلتلك ان اي بيخرج من البوستيف بتاع الباتري شايل على ظهره حاجة اسمها ده كان عنده بقى خلاص خدت المرات كاملة ما فيش حاجة بقى هنكملها المرة اللي جاي خلاصا النهاردة هقولك كل التفاصيل اللي تخص يعني قبل كده في الحصة القولية والتانية كنت اقولك ماشي دي هتفهمها اكتر كمان حصة النهاردة بقى خلاص احنا في الحصة والحصة هل الباتري هتخرج اللي هي اسمها ايه اسمها في الاي بقى بيخرج شايل الفي ده على ظهره كده الاي شايل شنطة كده كده كبيرة فيها الفي ويفضل ماشي في السيركت هيقابل اول اول ممكن تاخد منه جزء وبعد كده الار التانية تاخد الجزء الباقي ويبقى الاي بوصل هنا معه زيرو فولت معوش حاجه شنطة فضيت مستردني ارقام عشان امش فاهم تعالى نتخيل ان الفي بي اسي دي بعشرة فولت زي ما اتفعت معك من شوية وانتخيل كمان ان ليها ار انترنال لاتو يساوي زيرو نوت ايكوال زيرو يعني هتاخد جزء من العشر يبقى الفي هتبقى بكام هتعالى بقى نفترض ان الفي هتكون بتمانية مثلا يبقى فيه اثنين ضعوا مني مستفدتش بيهم يبقى الاي خارج معه كام خارج معه تمانية طول ما هو عن نوعه دي معه كام معه تمانية عدى عالريزيستانس الاورانية خدت منه ثلاتة فولت يبقى اول سحبت مني ثلاتة فولت وانا ما بينهم وانا واقف هنا معاه كام خمسة فولت فالرزيستنس دي تسحب منك وليكن خمسة بولت. بقيت حضرتك واقف فينها معاك كام زيرو فولت. كلام منطقي لو انت رقا جد جمعت اللي دي خدته بلاس اللي دي خدته بلاس الانترنال خدت كام? هيدي لك كام? هيدي لك تن اللي هو الفي بي. بص معاك ده هو خمسة وثلاثة والاتنين اللي ضعه جوه كده يدي كام تن. طب لو جمعت الفي بلاس السريقي ده الاوت سايد دي السيركيت اللي بره. الفي ترنل هيدي كام ايت اللي هو الفي ترنل اللي هو برضو بيساوي ممكن ايف ار. يبقى العشرة فولت بتوعي الباتاري يتصرفه في مكانين. اثنين انترنال اثنين فولت انسايد سورس اللي هو في الانترنل وفي تبانية في الاوت سايد سيركيت. التبانية دول مين بيشي لهم الاي بيتحرك بيهم. هو نفس الاي ميكمل طريقه على فكرة يعني هو نفس الاي ميكمل كده زي ما هو. ولكن شايل معه شنطة فيها ثمانية فولت. اللمبة الاولى والدي هكذا تاخد منه ثلاثة. يبقى دي هتاخد خمسة. طب ولو كانت دي خادت خمسة. يبقى التانية لازم تاخد كام ثلاثة. ما هو كل اللي معك اصلا تمانية. طب اقول له لو دي خادت اربعة دي تاخد كام. الباقي اللي هو اربعة. وهكذا. لو دي خادت ستة. دي دي اخد كام? اتنين. لان هو اللي معها اصلا كام ثمانية. فطول ما هو ماشي بيحصل له حاجة اسمها. عمل يقل. زي المسال اللي كنت قلت في اول حصة ان انت خارج مثلا معك مية جنيه. رحت الاول قدت في بلاي ستيشن صرفت مثلا عشرين جنيه. بقى كده رحت للسينما صرفت مثلا تمانين جنيه. خلاص كده المياه خلصت. او مثلا صرفت في السينما ستين. يبقى معاك كام? يبقى معاك عشرين. بعد كده مثلا تروح اعطها القهوة شوي. صرفت العشرين. يبقى انت المياه اللي كانوا معاك. على مدار اليوم المياه الفلوس عملت ايه? تجيبك عملت ايه? عملت ايه? عملت ايه? في اشرينج في البلاي ستيشن في ستينج في السينما في اشرينج ايه برضو على القهوة وهكذا عملت ايه? عملت ايه? عملت ايه مع الوقت. يبقى نفس القصة طول ما عمل يتحرك جوه سيركت. اللي ما عمل يقل. طيب. ماشي. تعال بقى نشوف الجراف اللي عبر لنا عن القصة دي. بص يا زيدي. انا هنا واقف عند حتة اسمها في ايه? فين اللي في ايه? اهو. اللي هو عند النيجاتف. عند النيجاتف قلتلك انا زيرو فولت. معيش حاجة. مفيش. زيرو فولت. اهو. طول مرة عند الفي ايه? او عند النقطة ايه? ورايح للنيجاتف. مكانش معي حاجة خالص. زيرو فولت. مفيش طاقة. طيب. ماشي. لو مش مستوقع بالحتة دي. هتفهم بقى من اول هنا. هتفهمها من اول هنا. لان هي سايكل بص. اولها زيدي اخيرة. لان هو عمل يلف لوب. فهتفهم من اول هنا. ركز من اول هنا. لما موصل للجزء البوزتيف الشرطة الطويلة. بقى معي كام? اه. ده انا بقيت بادئ الكيرف من من عالي اوي هنا كده اهو. معي قيمة اسمها اي ام اف. او بنسميها في بي. اللي هي في الموقف اللي فات عشرة فولت. ايبانا وانا جوه الباتري عند جزء البوزتيف انا واقف هنا معي عشرة فولت. سناش مطلقبطش مني كده. امسح جزء ده اهو عشرة فولت. ده انا واقف فين? هنا عند البوزتيف. امتعديت الانترنل. وروحت النقطة اسمها النقطة بي. طب وانت واقف هنا معاك عشرة فولت. المقاومة الداخلية دي مش هتسحب منك جزء. مش هتسحب مني حتة. صح? يبقى في جزء حيضيع من العشرة فولت. طيب هتاخد مني كام? هياخد منك اي ار اي ار انترنل. وليكن يا سيدي اتنين فولت. بقيت وقفة عند النقطة بي. معايا كام? تمانية. اهو هتلاقي بقى ايه? كنت مكمل 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 مكمل. اول ما وصلت عند الانترنل. الفولت بتاعي قل ولا قل بمقدار قدي ايه? ايفا ار. بقى معاك حاجة سمعي في بي. لها بتساوي كام? تمانية. يبقى انا كم مائة عشرة. اولا ما وصلت عند البوزتيف مائة عشرة. عدت على الانترنل. نقص مني حتة. زي مسلا انت نزلت من البيت معاك عشرة جنيه. رجلت مسلا مواصلت مسلا باتنين جنيه. بقى معاك كامل ما وصلت. خلاص معايا تمانية جنيه اولا نفس القصة. نزلت خارج من البيت مع عشرة جنيه عشرة فولت. عدت على الانترنل. خدت مني حتة. اقول لي اكون الحتة دي مسلا باتنين فولت. بقيت واقف هنا معايا تمانية فولت. اوكي? طيب بعدين. يبقى انا واقف هنا كم معايا كام? تمانية فولت. الكورنت ماشي 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 وشايل على ظهره كام دلوقتي تمانية. عظيم جدا. لما يجي بقى عند الريزيستنس دي اللي هي الاوت سايد سيركت. لازم تاخد منه الباقي. لازم تخلص اللي معايا خالص. فلما يجي عند الريزيستنس دي هياخد مني اللي تبقى. هو انت كان معاك كام? تمانية فولت انا هاخد منك التانية فولت كلهم. ويبقى معاه هنا كام? طول ما هو مش هنا. معا كام? معا زيرو فولت. اعرفت بقى ليه? قلت لك وانا واقف عند النيجيتف هبقى زيرو فولت. لان الكورنت يخلص بيكون خرج وصرف كل اللي معاه. تعالى نكمل على الجراف. يبقى انا واقف عند النوطة بيه. كان معايا تمانية فولت. قمت ماشي في طريقي. طول ما انا ماشي انا لسه معايا تمانية. لسه ما صرفتش حاجة. اعديت على هتاخد مني كل اللي بقى معايا. اللي هو كام? اللي هو هيكون اي في ار. اللي هو هيكون بتمانية. بقيت واقف عند النقطة ايه? معاك كام بقى? معاك زيرو فولت. هو عشان جدا يبدأ الجراف تاني. عند النقطة ايه? بزيرو فولت. يبدأ الكارنت يوصل هنا معا زيرو فولت. الشنطة اللي معاها فضيت. خلص فلوسه خلاص. يخش على الباتري. يتشحن بعشرة فولت تاني. معايا عشرة فولت. فيعدي على الانترنت. يديها اتنين. يبقى معاها مانيا. يكمل بيهم. يصرفهم هنا. يرجع زيرو. يتشحن تاني. وهكذا. دي السيكل. بتاعي. خب بالك بقى مهم جدا. علشان ما فيش غير مقاومة واحدة بس. هي اللي قدامي. فكل التمانية اللي معايا. هصرفهم على الريزيستنس دي. اوكي? هو الكارنت كنواقف هنا. شايل معاها تمانية فولت. دخل عالسيروكت ما لقى شغير مقاومة واحدة. وان ريزيستنس. التمانية فولت اللي معايا يدوم لها. خلاص كده شكرا. عكس المسال اللي انا قلته من شوية. لما كنت هنا كنت هنا راسم كم مقاومة كنت راسم لك اتنين. ار وان و ار تو. ونفس الارقام بالزبط الرماية فينا معايا كم? تمانية فولت. هل انا صرفت التمانية كلهم على الاول واحدة? او حتى الاخر واحدة? ولا الفولت تقسم عليهم. الفولت تقسم عليه عشان هما اتنين. طيب افرد كانت مقامة واحدة. تعال نفترض ان هي كانت تاني الباتري معايا كم? عشرة. في انترنل وليك وان خدت اتنين. يبقى بكم? بتمانية. يبقى الاي شايل كم? تمانية. هيصرفهم على مين عن اللي موجود في السركة عندك. عندي كم مقامة? واحدة بس. خلاص دي اخد كم? تمانية. هتسحب مني تمانية فولت. افرد بقى ان هما كانوا اتنين. والله على حسب كل لمبة. ممكن اشتري لمبة مثلا مئة واط. ممكن اشتري لمبة مئتين واط. فوارد وارد. دي تسحب منك اتنين. طب تبقى معك كم? معك معي تمانية. صرفت هنا اتنين. يبقى لي كم? ستة. هيروحوا فين? هيروحوا هنا. ده لازم. يوصل هنا. معه زيرو. تخيل نفسك كده. بابا واما في البيت ادوك الف جنيه. قالوك انزل تبسط واصرفهم وارجع. بزمانتك هترجع معك حاجة ولا هتصرف كل الف جنيه. هتصرفهم. هترجع معك زيرو. نفس القسم. الكارنت خرج من هنا مع تمانية فولت. لازم يرجع تاني معه زيرو فولت. سوري مش الاي كوال زيرو اسف. الاي شاي الهنا زيرو فولت. مش الاي كوال زيرو. الاي طبعا ما بقعش زيرو. الاي بيفضل زي انت نفس الشخص. بتلف مثلا تروح الدروس بتاعتك وترجع البيت. نازل صفحك انرجي. بتنزل تدول اليوم عملا تنسرش بانرجي. ترجع البيت معك. زيرو انرجي خاص. تعال بقى نشوف لو كانوا ثلاثة. لو هم تريد برضو كانت مسلا تن فولت. في سحبت منك مسلا الاتنين. هتخرج معك معك تمانية. يبقى الكارنت واقف هنا معك مع تمانية. يبقى ممكن اكتب لك كده ان الكارنت خلاص واقف هنا معي ايت فولت. دلوقتي كم واحدة? تلاتة. لازم التمانية تتقسم على التلاتة. ما فيش واحدة فيهم تاخد تمانية كلهم. او اتنين بس اللي ياخد تمانية كلهم. لا بيتقسم. بحس في النهاية انه لما يوصل هنا. معه زيرو فولت. وارد اول لامبة تسحب منه مسلا اتنين فولت. مسلا. تاني لامبة تسحب مسلا ثلاثة. تالت لامبة لازم تبقى كام. ما هو تمانية. صرفت اتنين على اللامبة الاولى. بيتواقف هنا معي كام? ستة فولت. اللامبة دي خيات مين ثلاثة. بيتواقف هنا معي كام? ثلاثة فولت. لازم اللامبة تاخد ثلاثة فولت. ويرجع هنا زيرو فولت تاني. اللي هو متوصل مع مين على عطول مع النيجاتف. يبقى دائم من النيجاتف زيرو فولت. تمام? طيب. دلوقتي بي عايز منك اربع نقاط. اهم اربع نقاط. تكتبهم ورائي دلوقتي. اللي هنحل بهم ان شاء الله اي مسأله. اول اتنين اللي هم ريزيستنس واحدة بس. الكارنت بحرك من بوستي بالنيجاتف. عشان يتحرك من هنا الانة بيستالك او بيتصرف عليه انرجي او وورك قمته تاني حاجة تكلمنا على. واخدنا شكلين للقانون ده. الشكل الاولاني. اني ممكن نحسب من هنا الاي توتل. يبقى انت بالقانون ده ممكن تحسب الفي بي مثلا. الاي توتل هيكون شكله عامل ازاي? في على ار. عادي جدا. بس انهي في وانهي ار. طبعا عايز اي توتل يبقى في بي وار اكويفلنت طبعا تلص ار انترنل. الحاجة التانية انك تحسب لي الترمينال فولتج او الفولتج اكروس دي باتري اللي هو الفي ايكوال في بي مينوس اي ار. ده الكلام الايه? قوانين اللي عارفين. اللي اتكلمنا فيهم المرة اللي فاتت. سريعا من كده. النهاردة بقى بالتفصيل وازين نشتغل بهم وازين نحلي بهم المسائل. لازم تكتبهم وراية لوقتي اشان مش عنا في الملزمة تكتبهم وراية. رقم ثلاثة. البوتينشل ديفرنس اللي هو الفي بيحصل له ايه في حالة السيريس؟ ايز ديفايدد ان سيريس كونيكشن. الفولت بيتقسم في حالة السيريس. لا اعايز افهمها دي. اتكلمت عليها شوية لما قلت لك لو عندي باتري. الباتري دي مثلا مبدئيا الانترنت بتاعها بزيرو. يعني اللي مكتوب عليها هتخرجه. مكتوب عليها عشرة فولت. هتخرج عشرة فولت. خلاص. معنى ان الفولت بيتقسم في السيريس ان الاول مقاومة لو خدت منك اتنين. لازم التانية تاخد الباقي. اللي هو كم؟ تمانية. ولو الاولانية اخدت ستة. التانية تاخد اربعة. ولو الاولانية اخدت خمسة. التانية لازم تاخد خمسة. يبقى ده معنى البوتينشيل بيتقسم في السيريس. افري دي مستر كانت ناط ايكوال زيرو. يبقى الباتري هتخرج كام؟ اقل من عشرة. هتروح تحسبها في المسألة. الفي ايكوال في بي مينوس اي ار. وليكن طلع معاك تمانية. مثلا. وليكن طلع تمانية. اول واحدة لو خدت منك تلاتة. يبقى التانية تاخد كام بقى? هتقول لي سبعة ولا هتقول لي خمسة. ان في منكو اللي هيفكر ازاي اه اوكي انا ما عشرة عشرة وينس تلاتة سبعة يبقى دي تاخد سبعة. وفي منكو اللي فاهم. اللي يقول اوكي. انا عندي انترنال خدت مني جزء. وليكن اتنين. فالباتري هتصرف علية تمانية. انت اخدت كام عمل حج تلاتة. يبقى انت تاخد الباقي. خمسة. مش هتروح بقى للفي بي. هتروح للفي. اللي هو الفي ترنال. الفولت اللي هيخرج من الباتري. تفقين؟ ده سي دي معنى كلمة. ده سي دي معنى كلمة ان البوتينشل ايز ديفايد ان سيريوس. مهمة جدا. نوت رقم اربعة. البوتينشل ديفرنس. اللي هو الفي. بيحصل له ايه في حالة. الفاكر وانا مرة اللي فاتت. فين? في. كلمة مهمة جدا. دولة اللي حيفتحوا معاك اي مسألة ويحلمك ايه مسألة. انما الاثنين القوانين اوكي اشتا عادي كله عارف القوانين جميل او بعدين يعني. دي الفيزيكس بقى. يعني يعني. يعني. دولة الفيزيكس من. ده اللي حيحلمك ايه مسألة. ده اللي لازم تكون فاهمه. ده انت انا مش فاهمه خلاص كده ماناش اي لازمة. يعني كل اللي فاتنا مش لازمة. مش طرف تحلم مش طرف تحط لقلم في مسألة. لازم تكون فاهم ده كويس جدا. تعال نشوف بقى. لو انا عندي نفس البطارية. والي يكون دلوقتي الانترنت بتاعها بزيرو. وهي انا شريحة مكتوب عليها عشرة فولت يبقى اللي في بي ببعشرة فولت. وعندي هنا مقاومتين بس متوصلين ايه بقى. اللي عايزك تعرفه. البطارية كده تنقل الانترنت بزيرو. هتخرج عشرة فولت ولا اقل. ده انا هطف القنون تعليم في تيرمل. الفي ايكوال في بي. ماينس اي ار. ما هي مستر القربي زيرو. يبقى الفي ايكوال كام في بي. يبقى البطارية هتخرج كل اللي معاه. العشرة فولت. العشرة فولت هيروحوا فين؟ هيتصرفوا على السيركت. السيركت فيها ايه؟ كذا الريزيستانس متوصلين. كذا الريزيستانس متوصلين. يبقى دي هتاخد عشرة فولت. والأرض التانية هتاخد بردو نفس العشرة فولت. ما تقوليش بقى انه عشرة و عشرة عشرين. اكيد لا. انه التوتل اصلا بعشرة. فالفرق من هنا. البوين دي. والبوين دي. الفرق عشرة فولت. تين فولت. ان شاء الله لو وصلتلي. خمسين واحدة غيرهم. كل واحدة من دول. معاها عشرة فولت. فاكر كده في البوينت. كنت تقولك ايه؟ سمي دي وان. طول ما انت ماشي في نفس السلك. نفس الاسم. بدي اسمها وان. بدي اسمها وان. لما بعد الناحية التانية. اول resistence ما بين 1 و2. ثاني resistence بين 1 و2. انا بقول لك بقى ان potential بين 1 و2 تين فولت. يعني potential هنا عشرة فولت. والpatential هنا زيرو فولت. والتلك لو متوصل مع النكتف ده. ده من زيرو فولت. طب عشرة مينس زيرو. عشر. الفرق من النقطه دي النقطه دي كام؟ عشرة. انت بقى حاطيت خمسين مقاومة خمسين resistance. خمسين لنوبة. ما بين نفس النقطه دين. ما بين الوان والتو بالمنظر ده دوز مش مهام ما حصل كده ما بين الوان والتو يبقى دايما دي على كم تين فولت دي على كم تين فولت كلهم عليهم نفس التين فولت نفس التين فولت لشان كده بقول كونستانت كونستانت طيب سيبقى ان الانترنل كانت ناطي قول زيرو تعالى نفترض سؤال تاني ولكن الانترنل في ناطي قول زيرو اللي بي بعشرة الانترنل برقم وطفر كان كام هنشوف المسائي كمان شوية وعندي بردو كذا هروا هحسب اجماعنا بفترض من دماغي انا بفترض من دماغي الار برقم معين فمثلا ان انا اطلع لي تمانية في الاخر فهم انما في المسائل كمان شوية هوريك ازاي نحسن هيكون بقى معاك الكارنت هيكون معاك ال في بي هيكون معاك الار انترنل فهتحسب وتجيب الفي فهم ان انا سلتي عشان بشحلك وبفهمك فانا بفترض ارقام من دماغي بفترض ان ال في بي عشرة مثلا الار انترنل باي رقم والاي باي رقم المهم في النهاية يديني كام في الاخر هيخرج تمانية صحيح طيب يبقى لا هيخرج من الباتري كام تمانية يا بستر دي انا اتخرج كم تمانية ليه علشان فيه انترنرزيسط فيه جزء حيسحب وولتج او انرجي من الباتري مش هتستب exemple يبقى ت Passion يبقى ذي هيصلها كام اول مقامة هيصلها كام اليوصلها تمانيةило دي الي كده عليها كام تمانية فولت طبو المقام الاتانية على نفس التمانية فانا ان شاء الله وصلت خمسين واحدة بره كلهم عليهم تمانية فولت لان الفرق بس لان دلوقتي رو سميت البوينت دي وان تبقى يسمعها وان تبقى يسمعها وان تبقى يسمعها وان طبعا دي وان ناحية الثانية تو سلك فادي نفس الاسم فالفرق دلوقتي عند البوتينشال عند وان الكارنت تشايل على ظهره كام عشرة ولا تمانية شايل عشرة لانه خارق خلاص من السورس بقى وهو واعف وهو جوه السورس كلمها عشرة هيخرج من السورس هيعدى على المقامة اللي جوه هيديها يا رشوه كده اديها اتنين فولت بقى خارج هنا معاها كام تمانية فانا ما اوصل هنا انا متأكد ان معاها زيرو فولت يبقى الفرق كام الـ 8-0 بتمانية فدي عليها كام تمانية ودي عليها كام تمانية ولو ارا صدرك خمسين واحدة اليوم كام تمانية ده تاني مهم جدا في اومزلو يبقى الـPotential يتقسم في الـSeries او الواحد والـPotential ثابت في الـParallel تعال نشوف ممكن برده استفادت ازاي بس حاجة الكلمة في المرة اللي فاتت هايدالك برده باللقتي استفاد بإيه بان الـPotential ثابت في الـParallel او القانون بما ان الـPotential ثابت في الـParallel يبقى V1 equal V2 لو عندي مقاومتين Parallel يبقى الفولت العالأولى هو الفولتراع الثانية يبقى I1 R1 equal I2 R2 وكتبتلك كمان المرة اللي فاتت انك لما تجيبي الإكويفلنت بتاعهم هيبقى I total R total يعني مثالها شدتوقفها ادي R1 وادي R2 Parallel او مش Parallel امتنا لميتهم مع بعض في حاجة اسمها R2 يعني خدتهم كده برودكت على الصم ومجمعهم ومفعازهم كده في مقام واحدة اسمها R total الـCurrent اللي هنا اسمه I1 الـI1 في R1 هيتديني V1 هو هو I2 في R2 اللي هو V2 هو هو برضه I total في R total اللي هو هنسميه V total الفولت اللي عليهم كله يعني لو فولت هنا خمسة هبقى هنا خمسة ولا لو جماعتهم من الاتنين هبقى هنا خمسة طب ايوه يعني ده استفادنا بيه يا مصدر في الاخر ده يا سيد لو انت فاكر المرة اللي فاتت جبنا منه قانون اسمه current divider لما تحب تقسم current ممكن استخدام القانون ده ممكن استخدام قانون تاني اللي قدناها المرة اللي فاتت برضه I1 equal R2 على R1 plus R2 في ال current اللي ده يخليت اسم واتكلمنا في هالحمد اللي هو بالتفصيل المرة اللي فاتت طيب عندي هنا definition لل EMF خدنا في اول حصة خالص بس المرة دي هبقى دولك تاني بصيغة تاني ال EMF او VB هي potential difference او voltage difference across the source امتى امتى V تكون equal VB فحالا من الحالتين ما اقول اصلا minus IR فانا عايز اشيل الكلام ده اشيله ازاي ياما ال item up zero ياما ال current stop to flow خلاص ما اقشو كربه اصلا بنسميه open circuit يعني تلاقي ال circuit عاما كده ال switch open بالمنظر ده هو ال current هيمشي اصلا فاكر في اول حصة اقول تلك عشان current يمشي انا محتاج ان فهنا ال VB على طول او ان يبقى عندي حالتين ياما ال current اللي بقى بزيره ياما ال current اللي بقى بزيره طيب ايه كمان او التعريف القديم بقى اللي في اول حصة خالص ان هو total work done اللي بي ينقل charge from point to point او through the whole circuit inside and outside تعال نشوف كده مع بعض اول سؤال عندي هنا بقى ال VB 12 وال R internal بزيره دايما نعيناك على R internal ال R internal دي ستسبب لنا مشاكل كده جده فاستي امركز مع كوهيس اولي هل هي بزيره او مش بزيره لان الطريق الحل هيختلف تماما او الارقام والمسائل والحسابات هتختلف تماما عندي هنا ايه عندي الارقام سيريس مع كده ما بين الاثناشر وقيمة اسمها R انا معرفهاش انا عايز قيمتها وبيقول لي جيفل عندك ان الار دي وغدا ثمانية انا طالب لحضرتك اربع نقط بس نحلي بيهم اي مسألة ال V equal I F R ال VB equal I total plus R ال VB equal I total ال Potential بتقسم في ال Serious ال Potential ثابت في ال Parallel طيب حضرتك عايز قيمة الار احنا عارفين من شابتر 1 عليش هتابت بعدها مش مقبول دلوقتي انت عارف من اول حين خالص ان الار في على اي يا مستر ماهول في جيفل تمانية هو قالك ان دي عليها تمانية هو معترف بدا ان هي عليها تمانية فولت اوكي ما تروحش تخليه للاثناشر لان الاثناشر مش كلها هتروح هنا ماهولسه في مقامل تاني لها نصيب تاني سيريس مع بعضهم طب فين ال I بقى I بقى المسألة دلوقتي بتقولك هتلي ال I الي هنا هتلي ال I بتاع ال R مش بس ال I total ولا ال I الي هنا لا ال I بتاع دي بس طب اجابها ازاي دي فوضح ان اول نقطة انا قلت لك ما نفعتش اللي هي V equal I F R وبالتالي تاني نقطة برضو مش تنفعك اللي هي V B equal I total for R هتقول يا مستر انا بزيرو ماشي ماشي يا عمي لا ال I total معك برضو مش معك حكتين مش معك جيبها برضو قدوم ما نفعش يبقى انت الحكتين اللي قلت لك عليهم في اول 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 دربة نقطة اول نقطة مرهم ما نفعوش وده اللي قلت لك هيحصل ماك في قلب المسائل تاني نقطة مر هينفهم عك دايما ان ال potential بيتقسم فين في serious وال potential ثابت فين في parallel تعال انطبقه هنا عندك parallel هنا اه يا مستر عندي مع ال R D parallel مع ال 12 يبقى زي ما دي عليها تمانية دي كمان عليها تمانية كنا استخدمت كارت الرقم 4 ان ال potential difference اوليها ما نفعش تريح ما نفعش رابع واحد ان ال potential ثابت في parallel فعلا دي عليها تمانية يبقى دي عليها كام؟ تمانية عظيم استفدت انت هي يعني دي عليها تمانية معك V ومعك R تعرف تجيبلي ال current اللي هنا هتمسك الكالكليتر تقول ان ال I equal V على R الفولت اللي عني تمانية وال R اللي عندي ب12 يبقى ال current هطلع ثمانية على ال 12 ب2 على الثلاثة 2 over 3 ampere يبقى ال current اللي هنا يا شباب عرفتنا خلاص هكتبلك بس ان دي عليها تمانية وال current اللي هنا 2 over 3 ampere عظيم كده انت استخدمت كارتك مربعة فاضلك كارت رقم ثلاثة ان ال potential يتقسم في ال serious عندك serious او عني serious ال partition ده ال resistance دي serious مع الحت دي كلها مظبوط لا مظبوط لازم الفولت اللي هنا plus الفولت اللي هنا يكون equal 12 12 طيب ما راجل مشكورا بيقولك ان الجزء ده واخد كام تمانية هو اللي ايه لو ايه يبقى الجزء ده اكيد بالمنطق كده اخد كام الباقي لو اربعة يبقى ايزا دي عليها اربعة فولت واحدة واحدة التوتال فولتج بتناشر الفي ايكوال في بي مينس اي ار اي نعم عيش الاي بس معايا ان الار بكام بزيرو يعني الجزء هتلغى يعني الفي ايكوال في بي يعني البتر هتصرف ال 12 اللي معها كله هيروحوا فين على القتاعتين دول اول جزء من السيركت واخد منك تمانية طب تاني جزء ياخد الباقي منطقك اتمناشر صرفت هنا تمانية يبقى في كام اربعة يلا نكمل بقى طب بعد ما انا عرفت ان هنا في اربعة فولت وعرفت ان هنا في تمانية فولت والكارنت هنا قلنا في اتنى عالتلاتة امبير انا اصلا كنت عايز اعمل لي فاكرة كنت عايز اجيب الاجل هنا صح؟ طب ما انا لجبت الاي اللي برا وما ينشته من الاي ده اجيب الاي ده لان الاي اللي هنا بلاس الاي اللي هنا صح ولا ايبقى حول ايه ال V على R اربعة على اربعة بواحد امبير يبقى انا جبت ال I total من قانون تاني V على R او سري مش قانون تاني بقى من حتة تانية في السيركت ما انا كتب لك القانون فوق ايه ال I equal VB على R equivalent plus R internal يعمل معيش ال R equivalent صح؟ فهجيبها من حتة تانية ال V D على R يبقى اربعة على اربعة بواحد امبير يا مستر هو بشمعنا يعني لما اسمت ده على ده دين ال I total طب انت هنا عملت تمانية على ال 12 ليه ما قلتش ان ده I total علشان يا حبيبي ده فرع الرئيسي منه اللي باتري على طول منه من البوصل ومعدي على ال 4 اوم ده ال current الاساسي ده الفرع الرئيسي الشرع الرئيسي انه ما ده شرع جانيبي لسه current لما يجي هنا زي منذ المرة اللي فاتت هيتقسم حب يخش كده وحب يخش كده طب انا يبقى عشان كده جدت بالطريقة دي يبقى عندنا كام واحد امبير طب ال واحد امبير دي لما تيجي هنا هيتقسم دخل هنا كام يبقى هنا يخش كام يعني نحسب ال I اللي ماشي في ال RESISTANCE هتساوي 1- 2-3 هتكون equal 1-3 يبقى انت عندك هنا current قيمته 1-3 امبير كده مشكلتنا تحلت ولا لان داقة R هتكون بتساوي كام راحت فين لان دي R لان ال R هتكون ذي على I V بتمانية اهي معك ال I اللي يمشي جواها هي بكام 1-3 هيتطلع معك كام هيتطلع معك 24 برضو دي ايبقى الاجابة 24 تعال نشوف السؤال التاني ايه ادي اكس يعمل حج و ادي Y ما بينهم كله من هنا كده ب20 ماشي وال current اللي ماشي 1-1 امبير يعني يعني ال current اللي هنا بكام يا جماعة 1 امبير 5 5 طلب منك بقى شوية طلبات اول حاجة سهلا انا عايز ال R دي تساوي كام V على I V اللي على R بكام اخد ال 20 كلها ولا اللي عليها بس اللي عليها بس ده بيقرأ من هنا لهنا من بداية لنهاية ال resistance بيقرأ خمس وال current اللي معدي فيها ب 1 امبير 5 ام يبقى ال R V على I خمسة على واحد بخمسة امبير ارايات الفولتوميترزيكوية كل ارايات الفولتوميترزيكوية بخالة عايز ال value بتاعت ال S ايه ال S ده اصلا ال S قلنا لو عليها سهب قلنا ان اسمها مقامة متغيرة ممكن نلعب في قيمتها هو عايز قيمتها تكون بكام مش احنا قلنا ان من هنا لحد هنا من البداية للنهاية 20 فولت اه المقاومة دي خلت كام خلت خمسة يتبقى كام 15 هيروحوا فين للي تبقى اللي هو ده يبقى ديه لو عليها فولتوميتر هيرى كام 15 فولت لان كله ب 20 المقاومة دي بس خلت خمسة يبقى كام اللي معي انا كما هي 20 جنيه صرفت هنا 5 جنيه يبقى معي كام 15 15 هديهم لمين للس اه رفحص قيمت الاس في على اي الفولت ب 15 والكارنت هو نفس الكارنت لانه هم الاتنين متوصلين سيريس فالكارنت ماشي زي ما هو يبقى الاي سيم والديبيت السم كرا جبنا خلاص قيمت الاس السؤال رقم 3 عايز ريدنج الانيتر وريدنج الفولت متر وين تونتي اوم سيريس اه عظيم او عايز يعمل ايه؟ عايز يحسب الاجهزة دي بتقرى كام؟ لما يضيف هنا كمان مقاومة كام؟ بـ 20 اوم يبقى حضرتك جبتة دي بكام اصلا في الاول 5 اوم ودي بكام؟ 15 اوم وحنحط عليهم كمان 20 سيريس وزي ما هو بـ 20 فولت خلاص سهلة بردو عراية الاميتر الاي اقدر اجيبه منين من الفي على الار في على ار الفولت من الـ X للـ Y كله عشرين الريزيستنس من الـ X للـ Y بتساوي كام؟ مهم كلهم سيريس خمسة وخمستاشر عشرين عشرين وعشرين وعشرين أربعين يبقى عشرين على الاربعين يعني نص أمبير كده جدنا عراية الاميتر عام طب وبعدين ازاي يجيب عراية الفولت متر؟ هو الفولت متر ده متوصل على مين؟ متوصل على الارض بس اللي قمتها كام؟ خمسة أموم طب الفولت بيساوي كام على الريزيستنس؟ أول نقطة في الاربع نقطة اللي بترك عليهم الفيك والـ IFR الاي جيب نبك كام دلوقتي؟ بنص والاربي كام؟ بخمسة يبقى متها كام؟ اتنين ونص بخمسة تعالى نشوف مسألة رقم 3 بخمسة 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 يبقى V1 equal V2 يبقى I في الار equal I في الار طيب الاي في الار ثلاثة في عشر equal الاي في الار لا مستر من نشبع الاي هنا بالضبط معاشر الجده هنحسبها I في خمسة بقى ثلاثة في عشر equal I2 في خمسة تعرف تحسن I2 ده يطلع ثلاثين على خمسة هو ده I2 اللي هو هيكون بكام؟ بستة يبقى انت عرفت ان ده كام؟ ستة امبير يبقى اكني جبت الفولت هنا I في الار بكام؟ ثلاثين فولت طيب ما انا اقول لك ان الـ يبقى لو ده عليها ثلاثين يبقى اللي فوق عليها كام؟ ثلاثين طيب والكارنت يزاوي كام مثلا V على R يعني ثلاثين على خمسة يعني ستة امبير وهو ده اللي احنا عملناه وهو ده اللي احنا عملناه ده طريقة و ده طريقة مش مشكلة طيب يبقى الـ current هنا بكام؟ موضلوقتي في ثلاثة مشين كده هيقفوا عند النوت دي ويستندوا وفي ستة داخلين كده هيقبلوا الثلاثة اللي قبلوهم عند النوت دي يبقى عندي ثلاثة ستة داخل كده وثلاثة داخل كده يجمعه ويخش هنا يبقى كام؟ يبقى تسعة امبير صح؟ اجيب بقى رأيت الفولتوميتر ازاي؟ الفولتوميتر بيقرى يعني بيقرأ تسعة في تمانية ويطلع معاك كام؟ سبنتي دو بولت سؤال جيف فاينال الفين واربعتاشر في التسيشن دي مشوية بس في كده كانت حلوة أول واحدة جواها كهرباء بـ 0.3 والثانية نفس الكهرباء والثالثة 0.4 والربعة 0.2 أمبير طيب قيمة اول واحدة ستين اوم سوريا ستة اوم ثالث واحدة خمسة عشر الانترنل بواحد ومعكش حاجة تاني اول سؤال ومعكش حاجة ومعكش حاجة الانترنل أريد أن تتخيل كيف يمكن أن أوصلهم أصلا؟ قلية حلية المسألة سوف نأخذ الحلوة نتكلم فيها لكن أفكر كيف؟ أنا دلوقتي لا أعيش غير current طيب أنا مذاكر أن الـ current في ثابت أو sorry same current same في الـ serious ومذاكر أن volt same أو constant parallel عندك هنا حاجة نفس current هو أول وثاني واحدة شايلين نفس الكهرباء طيب ده معنى ايه؟ ده معنى أن هم الاتنين متوصلين series ده معنى أن هم الاتنين متوصلين series أنه R1 و R2 متوصلين series ليه؟ لأن هم الاتنين معدي فيهم نفس طيب و R3 و R4 شايلين current مختلفة يبقى إذن متوصلين parallel يبقى أنا ممكن أقولك إيه؟ أن الاسم عامنا كده R1 و R2 3 اسمها بعض R1 أصلا بستة قوم R2 أنا معرفهاش 10 و R3 15 حوصلها parallel و R4 معرفهاش حوصلها parallel يا مستر هو أنت ليه وصلتهم parallel عشان current مختلفة ما هو current يتقسم يا جماعة فلما يتقسم قيمته تتغير هو مثلا كان بخمسة امبير total دخل هنا واحد دخل هنا اثنين دخل هنا واحد ونص دخل هنا نص فكل ده ايه؟ current مختلفة دليل على أنه هم فرق خلاص؟ و أوصل بعد كده ايه؟ الباتري طالب من حضرتك بقى ايه؟ قيمة الباتري و R2 و R4 و كل القصة دي تعال نشوف ممكن نعمل مش أنت تتلاتي معاك أن current هنا ب 0.3 وال current هنا ب 0.4 وال current في اخر واحدة بكم؟ 0.2 أنا كده استفدت من حدة serious خلاص طالما هم serious نفس current عرفت الرسمة هتترسمين ازاي؟ في اول نقطة بالنسبالي خلاص خلصت عايز يجب قيمة R4 بقى كده هجبكم R2 طب هم نتوصلين مع بعض ايه؟ بالترك في الـ بالترك في الـ يعني I1R1 equal I2R2 طب بقى قيمة كرام ونشوف هنوصل لفين هكتبها مثلا هنا أو أقول لك على الحاجة حلو هممكن نمسح الكلام ده اصلا حل مكانها يلا بينا يلا بينا حاول I3 R3 equal I4R4 عشان هنحسب قيمة R4 يبقى ده فرر للمعالي يبقى الفولت السابت يبقى I4R equal I4R يعني O.4 في 15 equal O.2 في R4 هتطلع الكليتر وتحسب قيمة R4 هتودي لي دي بالـ تحتيهم O.4 في 15 على O.2 هتطلع R4 بـ 30 اوم شكرا نعم عرفنا أن R4 بـ 30 كنا احنا جبنا ايه؟ R4 طب ازاي قيمة R2؟ ما هو نفس القانون؟ نفس القصة برضو ان الفرع ده بحرار مع الفرع ده يبقى I4R equal I4R هنشوف هنطبقها ازاي بقى يبقى هتقول لي I3R3 equal بص بقى كده I1 R1 بلاس R2 ليه بقى؟ بص يا سيدي الفرع الاول اللي مفيش مقاومة واحدة في مقومتين والمقومتين يبقى I4R O.4 في 15 هي I3R3 equal I4R O.3 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 R2 يبقى كده يبقى يبقى O.4 في 15 equal I1 اللي هو O.3 أو في R1 اللي هي بسيكس بلاس R2 اللي هي R2 ما عرفش وعايزين قيمتها وعايزين قيمتها وعايزين قيمتها طيب اعمل ايه؟ ممكن لحد هنا تعمل ودي ودي O.3 من ناحية تحتيهم يبقى اكتب O.4 في 15 على O.3 هيطلع لك 20 يبقى واضح 25 ال 20 يبقى وال seguir يبقى 1 على خمس يبيع انصر. المدار كويفلنت عشرين عالثلاثة. يا مستر عايز قيمة سهلة برضو. قيمة الفي بي نجيبها ازاي? الفي بي لها قانون الفي بي لها قانون اللي هو بيقول اي توتل اي توتل اي توتل قصته سهلة لان اي دلوقتي هو مجموعة ال او بوينتو وال او بوينت فور وال او بوينت سري تلات فره مع بعض. او بوينت سري و او بوينت فور. طلعلي او بوينت ناين. والار او كويفلنت جبناها عشرين عالثلاثة. والار نتمل بواحد. يبقى او بوينت ناين. ملتطلعي عشرين عالثلاثة. هيطلع لك انها بكام? سيكس بوينت ناين فولت. لكن اي جماعة? ده جانا الحل التاني. او. قلنا وبعد كده عوض اجيب الفي بي زي انا وانت من شوية في بي ايكوال اي توتل فار اكويفلنت لس ار انترنل ترات سكس بوينت ناين ده كده الحل الاولاني طب ما هو ليه حل تاني ايه الحل التاني بقى سيدي هو لازم عشان هما اللي اتنين نفس الكهرباء نفس الاي ده يبقى معناها ان هما سيريوس لا ينفعش يعني لا ينفع ازاي بص بقى انا هقولك انه هما طالما اللي اتنين شايلين نفس الاي طالما ار وان وار تو شايلين نفس الاي فهم اللي اتنين ركز في الكلمة طب ليه ما هما لو ايكوال الكارنت لما هيتقسم هيتقسم عليهم بالتساوي يبقى هنا لو في او بوينت سري امبير وهنا في او بوينت سري امبير المقاومة الاولى هو قالك ان هي كم بستة يبقى اكيد التانية برضو بستة لان هما اللي اتنين شايلين نفس الكارنت يبقى فيه كام احتمال دلوقتي احتمالية الحل الاولين اللي انا قلته ان هما طالما نفس الكارنت يبقوا سيريوس وحلناها خلاص الحل الاولى ان هما يبقوا مبارلال بس عشان يشيلوا نفس الكاربا يكون هما الاثنين نفس الزيستنس لكنهم لمبتان تقسم من الق cafeteria ليه الفكرة التانية ومن هنا فعلا راسمنا الشكل ده وطبعا طالما هما الاثنين طالما هما الاثنين الارثري الارثور بقى شعيل مختلفة يبقى برضو هما كمان البعض طب شمعنا بقى انا امترسم ارثو سوري ارثري وارثور رسمتهم سيريس مع ار وان وارثو شمع مش انا كن ممكن اجيبهم بردو بص يا سيدي انت قولت ان الكورنت هنا او بوينت سري ده الجيفن وقال لك ان الكورنت هنا او بوينت سري فانا اتأكد ان كده هما الاثنين واكيد الكورنت اللي جاملهم بردو بو بوينت سيكس طبيعي ان الاثنين دول يبقوا هما كمان سيريس معاهم عشان فعلا او بوينت فور و او بوينت تو تديني او بوينت سيكس يبقى او بوينت سيكس كاملت طريقه جات هنا تقسمت دخل هنا او بوينت تو ودخل هنا او بوينت فور تفعلاية تو و اعرف ماnemنا خلاص جابه قل قل하고 اردو تو تقسموا واكيد كان تابقى يبقى ايكول و واهما يبقى ايما الاثنين لو شاريه نفس كهربائا يبقى ايما هما الاثنين سييس يبقى ايما هما الاثنين equal parallel. خلاص. ازاي يبقى R4 نفس القصة. إيه ل I في R equal to I في R. 0.4 في 15 equal 0.2 في R4. 0.4 في 15 I-3 R-3 equal I-4 R4. 0.2 في R4. ونجيب R4 بصورتي. أعرف هي بناء R equivalent؟ اه. 6 و 6 parallel ب 3. يبقى دول كده. إدوني 3. عالكالكيليتور project عالصم. طب 25 و 30. 30. هيدوني كم؟ هيدوني 10. إعلقة العشرة بالثلاثة. يبقى الاثنين. يبقى ال R equivalent. في الناهاية 13 Ohm. أعرف هي بناء ال VB؟ اه. ال VB equal I total R equivalent plus R internal. ال I total 0.6. اللي هو مجموعة 0.3 و 0.3. أو 0.4 و 0.2. و ال R equivalent 13. ال R internal bond. تطلع 0.4. دي المسألة الوحيدة. اللي عندنا في المنهج. اللي لما اخترنا حلين مختلفين. طلعت نتائج مختلفة. ده عادة او بالنسبة 99 في المية. مش معانا في المنهج. مش في الفيزيكس. لازم لم يمشي من الطريق معين. اوصل لحل. لو خد طريق تاني. اوصل لنفس الحل. طريق ثالث. اوصل لنفس الحل. دي المسألة الوحيدة. اللي اخترنا فيها طريقتين للحل. و كل طريقة طلعت انسرز مختلفة. والذين طبعا نصح. انما بعد كده خلاص. الكنفريكس ده مش موجود. كل الاسئلة. اي طريق انت تاخده. هيوسطك نفس الانسرز. الوحيدة. الوحيدة. نحن نتحدث عن. الولت متر ريدنجز كلها. تعالوا بقى نشوف. الولت متر ريدنجز. سنشوف. الكيس هم. تن كيس. نذكرهم كويس. وفاهمهم كويس كده. لازم يقوم بالفايندل. لازم. لا يوجد متحان. الا وفي. الولت متر ريدنجز. في شفتر ومع. اول حقيقة خالص. اول كيس عندنا. ان يكون. الولت متر. يا جماعة. الولت متر بداية. بيقرى. بيقرى الفي. هنضوزه بالتفصيل. في اخر شابتر 2. طي. الفي لما توصل على. رسابتة. تعالى كام. ايف ار. دي اول كيس. عايزك تعرف ان الار دي. رسابتة. هحط بس في رقطة حمرة كده. عشان ان ما يزه. الار دي. سابتة. هوا عليها سهم ولا مليهاش. يبقى. فكسد. فكسد. وبالتالي. لو انا جئت في المسألة. سنشوف حمرة في المسألة برضو. وانا مخلص التين كيس. هنحل. لو انا نزلت الاي. صغرته. الفي يحصل له ايه. الفي ال. لان هما الاتنين دايرت. يبقى الفي والاي هنا. دايرت. طيب لو الاي زاد. الفي تزيد. صح ولا. لان الاخرى السابتة كانها مش موجودة. اي زاد فيت زيد. اي قل فيت قل. عادي. كلام بسيط. لديك دا اقول كيس. سياك منها. تاني كيس. ان يكون الفولتميتر متوصل على. الاريابل ريزيستنس. او ريوستات. اركز ما معها في الحتة دايش. المهم قوي. الاريابل ممكن نزود قمته. وبالتالي لو انا زودت الاريابل. هلاقي ان الاريابل يحصل له ايه. هلاقي ان الاريابل هيقل. طب يا طرى الفي بقى كده تتأثر بمين. تسمع كلام مين. هتسمع كلام الاريابل. الحال ليه انها زادت. لان الار بتزيد بدرجة اكتر بكتير. من الدكريس في الاي. يعني ممكن الاي تزيد اربع مرات. تلاقي الاي مثلا قال النص. مش الربع لا قال النص. في مين يغلب مين تأثيره اقوى. دايما الريزيستنس. دايما الريزيستنس تأثيره اقوى على الفي. يبقى. يعني حتى لو الاي قال. هو كيكا هيقل طبعا. بس البي هتسمع كلام الار. يبقى كده البي عندك البي. هتسمع. كلام الار. يبقى الار لما تتغير. الفي تسمع كلامه. الار زادت. الفي تزيد. الار قلت. الفي تقل. يا مستر ده الار زادت. والاي قلت. الفي يحسن الله ايه تزيد. تقصر مين بالار. طي. حالة لقم ثلاثة. ان الباقي البولتج. او سوري. البولت ميتر. يبقى متوصل على الباتاري. يقرى حاجة اسمها. اللي عادنا نهاتي. ونشرحها بالتفصيل. اللي هي بتساوي كام. في بي. ماينس. اي ار. والله هي بقى انت لقيت في السؤال. الراجل بيقولك. الار انترنل بزيرو. خلاص يعمل غدا. لقيته بيقولك انها موجودة. خلاص عود. هتبقى ايف ار. جبيرة. في بي. ماينس اي ار. حالة رقم اربعة وخمسة. ان يجيلك سوركت فيها اكتر من باتاري. وارد يكون مع بعض. بيزوق مع بعض. وارد يكونوا بيزوقوا عكس بعض. انا نشوف اول واحد. ان هما الاتنين عكس بعض. لهم الاتنين عكس بعض. هلاقي ان اعرف من ايه. هتلاقي دي. بتخرج كده. انما التانية. بتخرج من الناحية من البوسطف. عكس ليه. عكس دي. يبقى دي بتخرج كده. ويبتخرج كده. يبقى الاتنين عكس بعض. معاين. هاي. طب وبعدين. ازاي ممكن ليه بقيمة الاي. الاي ياسي دي من هنا حيكون بيساوي كام. كالعادة. في على ار. بس انت هنا عندك كام في اتنين. سيم ولا اوبوزيت. اوبوزيت. بيكسرو بعض. عكس بعض. هعمل لهم ماينس. في بي ون. ماينس. في بي تو. يا مستر انهي ون وانهي دو. غودة كبيرة. هي الاول وخلاص. كبيرة من الصغير. طب والار. هاخد الار اكويفلنت. طيب ويه كمان. الار انترنل تاعت الاولى. والار انترنل تاعت التاني. لان كلهم متوصلين. في منكو بقى بيروح يعمل ايه. بيروح يعمل. زي ما عمل هنا ماينس. بيروح يعمل هنا ماينس. عكس بعض في عكس بعض في كل حاجة. ايه كلام بقى. لا. العكس بعض في. في الفولتج. اه ده بيزوق كده. ده بيزوق كده. انما الريزيسترز كلها متوصلة سيريس. الار دي والار وان وار تو كلهم سيريس مع بعض اجماعهم. طيب تراحض انا جبت ايه. جبت الاي. تعال بقى نجيب في وان نجيب في تو. كون ان انت عندك اتنين باتري عكس بعض. اوتوماتيك. لازم واحدة فيهم تبقى سورس. واحدة فيهم تشارج. واحدة فيهم بتشحن. بتدي. والتانية بتتشحن. هي للتسحب. يبقى لازم الاقي واحدة. سورس. واحدة. تشارج. طب هميز بينهم ازاي. هتلاقي يا سيدي ان البطر الاقوى من المنطقي. هالي هتغلب. هالي هتكسب. دي مثلا عشرة دي خمسة. مين اللي هيكسب العشرة. كونت هيمشي ازاي. هيمشي كده. وهو اللي هيغلب. فريق الاحمر هو الاقوى. انا بترسم دي بالاحمر دي باللغنر. اللي هيكسب عشان هي عشرة فولت. دي خمسة فولت. من السورس العشرة. من اللي تشارج من اللي بتسحب. وبتاخد مني. اللي تشارج الخمسة فولت. طب لما حطت فولت متر على الاولى. وفولت متر على التانية. هي ركامة. والله السورس زي اللي قابلها سورس. هي قرأ VB-IR. عادي جدا. VB-IR-1. ديف عندك برضو. ان هنا في 1. VB-1. بتكلم على الباتري الاولى. طيب. انما اللي تشارج. هي بتسحب مني. ما بتدينيش. ما بتزقش معايا. ما بتساعدنيش. بتكسر فيها. وبتاخد مني ايه. خمسة فولت. فبقول ان هي. VB-2. بلس. I-R-2. ال-I طبعا هو نفس. ال-I لنكولوم سيريز. باخد بالك. لما يكون في 2 باتري. عكس بعض. واحدة سورس و واحدة تشارج. السورس هي كبيرة. VB-IR. انما التشارج. بتسحب. بتاخد. يبقى VB-IR. يبقى البتر الاقوى هي السورس. البتر الاقوى هي التشارج. وعرفنا كيف نجيب قيمة I. افرد. لقيت ان الاثنين. مع بعض. خير وبرك. الاثنين بيزقوا مع بعض. يعني الاثنين بيساعدوا بعض. يبقى الاثنين بالنسبة لي. سورس. الاثنين بيساعدوا بعض. يبقى الفولتج هيقرأ. على السورس الباتري الاولانية. VB-IR. عادي جدا زيه زي. السورس. رقم ثلاثة. طب والتانية ما هي برضو سورس ما هي برضو بتزق معي. يبقى VB-IR. دايما. يبقى دي عليها عشرة. هتخرج عشرة ولا قلب. قلب. دي خمسة هتخرج خمسة ولا قلب. قلب. لانها سورس بتزق معي. فالانترنر بتاعها بيسحب حتة من الخمسة. الانترنر بيسحب حتة من العشرة. فبالتاني بتخرج أقل. يبقى الاثنين سورس. VB-IR. VB-IR. طب والكرنت يا مسترنن نجيبه ازاي. ما هو كان عادة V على R. Any V. الاثنين V. same or opposite? same. بيزقوا مع بعض. يبقى VB1 plus VB2. على R equivalent plus R1 plus R2. برضو. عادي جدا ما فيش كلام جديد يعني. يبقى اللي يهمني هنا واللي انت بتنساب صراحة. هي دي. اغلب الطلبة بيقعوا في حتة الرقم 4. دي اللي هي اللي تشارجت باتري. بينساها اصلا. اي V على باتري. يرى VB-IR. اول ما يشوف فولتميتر على باتري. اكتب V. لا. تكون مساح صح كده. هو anti source ولا تشارج. انا الصغير انا الضعيفة. يبقى أنا تشارج انا بسحب. يبقى هكتب VB plus IR. يعني. عشان برضو حتة كده انت فهم. الفولتميتر ده يرى حاجة اكبر من خمسة فولت. ايه؟ يعني انت شارج باتري. خمسة فولت. او حطة ليه فولتميتر يرى اكتر من خمسة. اه. ليه؟ لان فيه internal كمان. يبقى الانترنر بيسحب وهي نفسها بتسحب. هي بتسحب كم؟ بتسحب خمسة. ما بتزقش معك بخمسة. بتسحب منك خمسة. وهي معمولة بالماتيريال. فالهي internal resistance. فبتسحب IFR. يعشان كده بنعملهم ايه؟ plus. يبقى دي بتكونسيوم. بتستهلك. بتاكل مني. بتسحب مني. يبقى. يبقى. V1 طبعا. هيقرى رقم اصغر من العشر. لديناها source. هي 10 فولت. بتزقق من 10 فولت. ولا اقل طبعا. عشان فيها internal زي ما قلنا. تعال نخش في حالة رقم. 6. ان اكتلاق الفولت ميتر. متوصل على باتري. و resistance. انا دايما بسمي. الترمنالز باعت الفولت ميتر دي. بسميها دراعاته. بص على دراعات الفولت ميتر. بص على دراعاته الاتنين مسكينين. دراع ماسك الباتري من هنا. ودراع ماسك ال R من هنا. يبقى فيه في النص ايه؟ الباتري وال R. الانترنل بس دي انا ارسمها لك بره. عشان ما تنساهاش. انه هو مش يرسمها لك ايه في الانتحان. هيكتبها لك بس كده بص. هيعمل لك باتري كده. ويكتب لك R internal. VB. و resistance. وشكرا ويسيك انت بقى مع نفسك. انت بقى تلاحظ بقى في internal. ايه علاقتها بال R دي؟ serious. فانا عشان منساش برسمها لك ايه؟ برسمها لك serious بره. فالفولت هنا يرى كام؟ انا متعود ان الفولت متر لما يتوصل على الباتري بشكل عام. بيقرى VB-IR. بس المراضي انا عندي resistance ثانية. ما بين درعات الفولت متر. هاخدها serious مع ال internal. يبقى يقول I R plus R. بس. يبقى لكنها عادي بيقرى VB-IR. بس ال R هنا كل الارات اللي ما بين درعاته. بص من هنا اهو لحد هنا. من ال resistors اللي بين درعته الاثنين. دي و دي. اخدهم serious. اوكي؟ طب لو كان فيه احدة كمان parallel. هاخدها parallel معاه. واكتبها عادي. تفنى. ده كده حالة على رقم 6. يبقى الفولت متر. على باتري. و resistance في نفس الوقت. بس constant. يقرى VB-IR. وكالعاد طبعا. ايه علاقة V بال I؟ علاقة inverse. لان انت لو ركزت حضراتك كده. هتلاقي ان دي سابتة. والر دي سابتة. والانترنل في المنهج بتاعنا سابتة. يبقى V وال I هم بس اللي بتغيره. طب ايه دايرت ولا inverse؟ زي هميحنا نرسة واخدين من شوية. ان هما inverse. ال I لو L. ال V تزيد. يبقى هما الاثنين عكس بعض. يبقى لما ال current L. ال V هت ايه؟ هتزيد والعكس. تعال بقى نصعب الموضوع شوية. تعال نخلي من المقاومة اللي ما بين الدراعات الفولت ميتر دي اللي هي جنب الباتري. نخليها مقاومة متغيرة. resistance variable او ريوستات. ساعتها القانون بتاعي برضو V equal. V B برضو. لكنه متوسط على الباتري عادي. V B minus I R. بس ال R اللي بين دراعات الفولت ميتر. طب مين الارات اللي بين دراعات الفولت ميتر دلوقتي؟ بقى عندي الريوستات. والإنترنل. ايه علاقتهم ببعض؟ serious اخدهم serious. يبقى minus I. R V plus R internal. ركز بقى معي كويس او في رقم 7. يبقى لنا طالب منك تركز في رقم 4. وفي رقم 7. تنساهو. او باللغبط دي هتلغبطك شوي. رقم 7 دي محتاجة تركيز ركز ارجوك لانها فاعلا هتلغبطك. V A equal V B بقى نصي R. تعال نركز كده. مين هنا؟ ثابت. V B سابت. ال R internal سابت. عدى زالك كله بتغير. ركز بقى معي. تعال نمسك ال R variable ونزودها. هو مش لما ال RESISTANCE بتزيد. current B L A. هذه عامة كارت. ركز بقى معي كده. ال R زادت. فال I L شوي. ال V تسمع كلام مين؟ قلناها في رقم 2. قلت لك ال V بتسمع كلام ال R. فالمفروض ان نقولك ان ال RESISTANCE دي يحصل لها ايه؟ الفولت دي يحصل له ايه؟ المفروض يسمع كلام مين؟ يسمع كلام ال R. مظبوط. و R. زاد. فالمفروض ان نقولك ان V تزيد. بس لا. ال V هتقل. لو انت مسح صح. عشان الماينس ده. يبقى في حالة رقم 2 هرجع لها تاني. ال V بتسمع كلام ال R. كان ال V منها لل R على طول كده. مفيش مبينهم بقى مينس. طب بص بقى لو رجعنا احناك كده. هتلاقي ال V equal V B minus I R. مش داي رقم 2. ال V equal I R V. فلو ده زاد ده يزيد. ولو ده L ده يقل. مش دايركت بقى مع بعض. لا اول دلاتي. لا اول دلاتي بقى عندي ايه. بقى عندي ماينس في النص. فال R لو زادت. طبيعي و اوتوماتيك ان ال V تقل. عشان الماينس ده. فارجوك متنساش النقطة دي. طيب. تعال نشوف برضو تركات تانية. فولتوميتر متوصل على open circuit. بصك. بدل متوصله مع resistance. وفي resistance كمان. وفي switch. بس switch ذا ايه. open ولا closed. open. open يعني current بكام. بزيرو. بص معي على درعات الفولتوميتر. هل قادرة انها تلمس البتري. بص كده. اهو. وصل للبوستف ولا موصلش. وصل. وصل للنجدف ولا موصلش. الوصل. يبقى الفولت هنا يا را كام. VB-IR. يا مستر ده. السيركت. ده السيركت. ده الفولتوميتر متوصل على resistance. يعني بيقر IFR. فاغلاقكم بيعمل ايه. بيقول ال V equal IFR ما هو مستر. بس اللي في رقم واحد. لما الفولتوميتر يبقى على resistance. يبقى على resistance. يبقى على IFR. صح؟ بس هنا سويتش ايه. open. فانت هتمرحين اللي قاطب برأي ب zero. يبقى الفيرا zero. غالط. غالط ليه بقى. لان الفولتوميتر لقى حاجة تانية يقراها. اتوصل. بالباتري. قادر يلمس بدرعاته الباتري. فيقرى الباتري. V equal VB. يبقى لما الفولتوميتر يتوصل على باتري. مع open circuit. يقرى الفي بي. حسنا. علشان الترمينالز بتاعت الفولتوميتر. متوصلة بالسورس ترمينالز. أطراف الفولتوميتر لمسة أطراف الايه. الباتري. هتقول لمسه بس سنة واحد. سنة واحد سنة واحد. البوستف ده. أو الترمينال ده. الطريق ما بينه ما بين البوستف. الطريق سالك. فهو فعلا لمس البوستف. إنما النيجاتف ده. ما بينه من الترمينال ده. في ريزيستنس. فانت غلطان. انت نفول يا مستر ما تقوليش نوع بيلمس النجاة في كده. ما هو حبيبي. الاي بزيرو. فانا اصلا مش شايف ده. ده اصلا مش موجود. يعني انا ممكن اعملها كده دلوقتي. ولكنها موجود. عادي جدا. وقولك النهاية هي برضو. يبقى عشان الاي بزيرو. الريزيستنس اللي كانت هنا. انا مش شايف. انا شايف ان الدرع ده. لامس النيجاتف. والدرع ده. لامس البوستف. طيب عشان تاني خم اكتر. حالة رقم تسعة. اختها بالزبط. بس تركز كده كل اللي عملتوا ايه. بس انا مسحها لك. تقارن كده بعينيك كويس. ايه الفرق من الاثنين. ايه الفرق من الاثنين. هتلاقي ان انا. دخلت دراع الفولتميتر هنا. طلعت المفتاح برا. تعال بقى نشوف دلوقتي الفولتميتر بقى ركاب. لما الفولتميتر يبقى على ريزيستنس حالة رقم واحد. قلت لك ايه يرى ايف ار. طب ايه هنا بكام يا سيركت يا مستر اوبن. يقدر ايه بي زيرو. يبقى الفي ارى زيرو. صح. قد الله. ايش معنى هنا بقى. ايش معنى هنا عملت كده تما فوق. الترك غلط ليه. بص معايا كده. بص على الترميل ستاعة الفولتميتر. ادي دراعه اليمين. و ادي دراعه الشمال. دراعه اليمين. وصل للبوسطيف ولا ما وصلش. او وصل للنيجاتف ولا ما وصلش. وصل. طب الدراعه الشمال قدر انه يوصل للبوسطيف ولا ما وصلش. مقدرش. ليه بقى. عشان دي اوبن. في الهواء متوصل بالهواء. ماينفعش. فالحالتين دول شابه بعض جدا. فلازم تبقى مركز. الفولتميتر ماسك الباتري من طريق من بره كده. ولا هو يدوب على رزيستنس. فبيقرى زيرو. عشان هنا الكارنت ايه. بزيرو. فالحالتين دول مهمين جدا. انك تبص على دراعات الفولتميتر. لو دراعات الفولتميتر بشكل او باخر. قدرت انها تلمس الباتري. يقرى الدي بي. هنا مش قادرة. النيجاتف. الترميل ده. النيجاتف. هنا الترميل ده. مقدرش. يلمس البوسطيف. لان سويتش اوبن. اوبن يعني ايه. عن الحتة ده مش موجودة. خلاص. ازاي بقى الطرف ده يتوصل كده. ده متوصل في الهواء كده خلاص. مش عارف يوصل للبوسطف. فبنقول انه بيقرى كام. بيقرى زيرو. لان فعلا. حالة رقم 10. سهلة جدا. لما يكون عندك. فولتميتر متوصل على سلك فاضي. يقرى كام. يقرى زيرو. لان النقطة دي. هي هي نقطة دي. فاكر مثلا. ملتلك من شوية. لان اعرف فيها معي تمانية فولت. طيب ما طول ما انا مكمل. انا لسه معي تمانية فولت. ما عديتش على ريزيستنس او لنبع. عشان اديها مل معي. فالبوتنشل هنا. هو اللي هنا. فاكر في البوينت مصد المرة اللي فاتت. قلت لك ايه. لما تقابل سلك فاضي. طول ما انت ماشي. انا نفس الاسم. وان. وان. صح? نفس البوتنشل. ما فيش اي دروب. في الفولتج. طريقة تانية لو انت مش فاهم. عندك اي هنا. اي سلك فاضي جوه كارد. في اي. في الريزيستنس هنا. لا. بزيرو. دي طريقة تانية لو انت مكنتش فاهم. دولة التين كيس بتقعد الفولت متر. في غاية الاهمية. ما فيش امتحان. اللو لازم فيه سؤال على الحتة دي. في الواجه بالتفصيل اللي نجدك كل الاسئلة. بكل الافكار من كل المصادر. على الجزئية دي. وان شاء الله برضه هنحل لها مع بعض. تعال بقى نشوف. شوية. تعال نشوف كم سؤال كده من الورك بوك. افتح معي الورك بوك. هومورك سري. نمبر سيفن. بس ايدي. ان دا شوين سوركت. اه. الرزيستانس دي. اللي هي دي. دي أر بي هتزيد. ما نريجه استاد. عايز يعرف. وات ويهابن. واحدة واحدة. هو اللي ننخفل السويتش. The switch is Klused اوه. فلنا خلاص ان الكارينت هيمشي. عادي جدا وهيزود الرزيستانس. طب لما الرزيستنس تزيد الكارينت يحصل له ايه. الكارينت بيقيل. طب الفولتميتر متوصل على الريزيستانت سابت المتغيرة سابت يبقى بيه ركام. اي فار. الريزيستانت سابتة ملكش دعا بيه. الكارن تقل. كارن تقل ليه عشان تمسكت رزيستانت اول تاب وهنا فيه معكس بعض. المقامل ما تزيد الكارن تقال. رزيستانت زيد الكارن تقال كارن تقريز يبقى الكارن تقريز يبقى برضو ايه. اللي هي كانت اول كيس يبقى الكارن تقريز. طب تقريز وردش الزيرو ولا تقريز الزيرو اكيد تقريز الزيرو طب ليه وتوصل الزيرو ليه ما هو ده فيه رزيستانت سوفي كارن تبقى زيرو ليه. السؤال بعد. سوف يمسك الرزيستان زيه ويزودها. الفولتميتر يحصل له ايه. تاني ده فولتميتر متوصل على. يبقى الفي ايكل اي فار فاريبل كله هنا بيتغير. قال لي يمسك الريوستات وزوده. الكارن تسمع كلام مين تسمع كلام الار زي ما اتفقنا يبقى. الانكريز. ان دي شركت شون ان دي شركت شون افزا رزيستانس انكريز برضو. الريدي متع ده فولتميتر متوصل على ايه. على باتري وجنبها ايه كمان. ليوستات يبقى الفي ايكوال في بي مينس اي. افتح بركت عندي الانترن المستخبية جوه. وكمان عاية مين الار فاريبل. اخد كل الارات اللي ما بين دراعات الفولتميتر. دراع المين ودراع الشمال. يا مستر بس هوينا مش كتب ان فيه انترنل. يا عمي شايل هونات زعم نفسك. خلاص زيرو. مش مشكلة خالص. يا سبت قصنا حتى لها موجودة. اتفعنا؟ يبقى نشوف بعمل ايه. هينسي في الريستو يزوده. انا لما زود الار يوستات. الكارنت هي ايه. هيقل. البيب تسمع كلام مين دايما البيب تسمع كلام الار. بس انا عندي هنا مينس. فالار لو زادت. المفروض البيب تزيد. بس عندي مينس يبقى البيب ايه. تقل. في طريقة تانية صائعة كده. بص عامل ايه. هغير في المسألة شوي. انا هنقل مكان الفولتوميتر. فاكر البيب تتحسل فتت. لو النقط دي اسمها وان. مش كل النقط دي اسمها وان. ولو دي اسمها تو. مش كل النقط دي بردو اسمها تو. تم الفولتوميتر متوصل ما بين وان و تو. فانا هشيله من هنا واركبه تحت. يبقى ما بين ال وان و التو. طب دلوقتي اللي الفولتوميتر بقى متوصل على ايه. يبقى الفي ايكوال. هاي فار. الار سابته لما تغيره. الار دي سابته. مالكش دعوة بيها. اللي هعمل ايه في الريزنس. هزوت الريزنس. فالكارنت هي ايه. هيقل. والكارنت لما قيل للفولت ايه. يقل. والي يجبقى فعلا ايه. ديكريز. يبقى في طريقتين. اني انقل مكان الفولتوميتر. بس انا عارف تنقله ليه. عشان الدنيا هنا فاضية. طريق فوق دي. عارف لما كان في الريزنس. كنتش عارف عامل كده. كنت اهطر لحلها بالطريقة دي. فانت لازم تبقى عارف الطريقتين. سؤال رقم. عشرة. ماذا سيحدث في تقرير الفولتوميتر. عند تبقى عارف الطريقة. الفولتوميتر ده اصلا متوصل عليه. متوصل على باتري. كيس نمبر ثري. بقرى كامل. بقرى في ايكوال في بي. مينس آي ار. لما اقفل السويتش. انا عملت ايه. بص انت بتفكر ازاي. انت بتفكر كده. انا قفلت السويتش. فبدل ما بقى عندي. بقى عندي كام. اثنين. فالريزيستنس زادت. فالكارنت قل. فالكارنت لما يقل الفيت زيد. وبتروح تختارين كريز. طبعا غلط. بتنس انت بقى للمرة اللي فاتت. قلنا المرة اللي فاتت. ان البراليل كونيكشن بتصغر. مش بتكبر. انا اي نعم. اضافت الريزيستنس على السوركت. بس واصلتها ايه. واصلتها بالبراليل. والبراليل بتصغر الار. مش مختنع يا مستر. يا سيدي ادي ارقام. تعال انا افترض ان الار وان كانت بخمسة. وتعال انا افترض ان انت في الاول. السويتش كان مفتوح. والار التانية. يعمى برضو بخمسة. والسويتش مفتوح انت ماندكش غير الخمسة. لما تقفل السويتش. بقى عندك خمسة وخمسة. ما يتوصلين باراليل. لما تحسبه مع الكالكليتر. هيطلع لك اتنين ونص. يعني مقامة ايه قلت. يبقى لازم نقبلك انك اضافت حاجة باراليل. يبقى الار قلت. يبقى الار تزاد. فالاي لما يزيد. الفيت ايه. تقل عشان المينس. يبقى الاجابة. وبردو مش توصل الزيرو. توصل الزيرو ليه. والدنيا فل هي مقفولة وكهارما ماشية. وكل حاجة الفل. رقم 11. افلنا يا عام السويتش. حيزود الرزيستنس دي. ايه اللي يحصل الفولت ميتر. الفولت ميتر متوصل على ايه. على سورس باتري. في ايكوال في بي ماينس ايوار. ما فيش غيرها الوحيدة اللي في السيركت. فهي دي اجدي السورس. يعني انت ما ينفعش عندك مسألة. فيها بتري واحدة وتبقى تشارج. لا ما فيش الكلام ده. لازم يبقى اتنين واحدة كبيرة واحدة صغيرة وعكسة بعض. مهم. ايه زادت. فالاي ايه. كده هي الف. طيب الاي لما تقل. الفي حصل لها ايه. تزيد عشان فينا ايه. عكسة بعض اندرس. يبقى الاجابة انكريز. رقم 12. انزل السوركت. ركز معي كده في السؤال. سيزود قرية. سيزود الريشتات. اريد ان ارى في الاميتر يحصل له ايه. الاميتر. اكيد بيقرى V على R. الفولت اللي على الريزيستنس دي. الفولت اللي هنا. ديفايد الريزيستنس اللي هنا. منطقي. طب ما الريزيستنس دي بارل مع الريشتات. يعني الفي ده هو الفي ده. الار سابتة اللي اجدعا بيها. عايز اعرف الفولت اللي حصل له ايه. عشان عارف اي اميتر حصل لها ايه. طب انا مش عارف اعرف من هنا. هعرف منين من تحت. ما هو الفيك والكام. يهم اي في ار. اللي هي الكونستنس. يهم اي في ار. اي في ار فاريبل. تمام. الار فاريبل اللي حصل له ايه. قال لي انها. فين زادت. فالاي لما تزيد. الاي اللي سنة. طب اللي تسمع كلام مين. اللي تسمع كلام الار. فالاي تزيد. هيا دي انهي اي يا شباب. الاي اللي هنا. او الاي اللي في السيركت برا. التوتل. هيوضح برضو من خلال حل. في الوقت من النهاردة ان شاء الله. بس دلوقتي الار زادت. فالفولت زاد. يبقى الفولت اللي في المنطقة دي. الفولت عليها زاد. طب ما دي بارل مع دي. يعني الفولت اللي هنا برضو ايه. زاد ان الفولت ده هو الفولت ده. فالفولت لما يزيد. الاي ت ايه. تزيد. يبقى اخد بالك. ان انت لو زودت الريوستات. عايز اقول لك ايه. اميتر رقم اثنين. لو انت زودت الريوستات اميتر رقم اثنين هيقل. اراية دعة قل. اوتوماتيك اراية اللي فوقيه تزيد. لان الفولت زاد. هرقم ترت عشر. اذا تحرك الدرع ده من هنا لحد هنا. ايه اللي يحصل دردين بارل فولت متر. الاول ده فولت متر متوصل على. يبقى يرى ايه. وفي نفس الوقت انا شايف انه هو قادر انه يلمس الباتري. يبقى بيقى رح يسمع ايه. في بي ماينس اي ار. او بالترعة التانية انك ترى الفولت متر. لو دي اسمعها وان. يبقى دي اسمعها وان. لان كل دونت فاضية. ولو دي تو. يبقى دي كلها اسمعتو. فهو برده من وان و ايه. من وان و ايه. ايه مستر بس الانترنت بزيرو. يبقى نشيل ده. عظيم. يبقى بيقى رفي بي. كنت لاحظت بقى ان الفي ايك وال الفي بي. يبقى الاجابة. مهما انت عملت في الرسمة. الفولت متر بيقرى في بي. والفولت البترة هو يتغيرش. طيب. لو انا فكرت بقى ايه. ايه اللي حصل اصلا في السيركت. السيركت في الاول. لو انا عند اكس. فده شكلها. لو انا عند اكس واي اهو. ده شكلها. ان اللي تنده البرل. لو انا جبت السلايدر عند النقطة واي. هتشيله من هنا. بص كده معي. وتنقله هنا. ده بقى ايه. حتة سلك فاضية. تعمل فيها ايه. تلغيه. فانت اغلبكو بيعمل ايه. الفي ايك وال ايف ار. فالر قلت عشان انا على غيهة. مش عارف الغيهة اللي فوق. فالر قلت. بيقول ايه كلام. اصلا انت لو جيدة هنا. الار هتزيد مش ال. لان هما الاثنين. فالر لبعض. فار على الاثنين. يعني خمسة وخمسة بتنص. بس لما تجيب السلايدر هنا. انت بتلغي ديه. فالبقى دي بس الهيه. فممكن منكو برد يقول. اقدر ريزيد زيت. فالبقى زيت. لا. خد بالك انه متوصل اصلا على ايه بردو. على ريزيستنس. انترنل زيرو. يبقى بيقع في بي. يبقى ريتو مش هتتغير. نمبر 14. انزابوس الدياجرام. قالت. ايه اللي هيحصل. للريدينجز دي. تعال نشوف. انا لما قلل الريشتات. الريكويفلنت هتقل. فالكارنت التوتل. هيزيد. فاكيد اكيد يعني. في وان دا انكريز ما هو. في دا بير اي فار. ما الفي اكوال. اي فار. الآي زاد. فالفي تزيد. يبقى الفولت ميتر انكريز. يبقى كيف هيدي؟ هيدي. طيب. انا عايز اعرف الكارنت اللي هينا حصل له ايه. نزيل اللي حلمها من شوية. لما الكارنت اللي هنا. لما الريزيستنس اللي هنا يتقل. الكارنت اللي هنا هييه. هيزيد. وكارنت اللي هنا لو زاد keارنت اللي بها. لازم يقل. يبقى انك عندك كارنت التوتل. داخل يتمقسم على كام فراع? فراعين. لو قلل في واحد يزيد في التاني. زاد في واحد يقل في التاني. في today. هنا. 편 وصدق له. ليه؟ لان هو قلل تافصنا. يبقى كارنت هنا ايه؟ انكريز. دي الطريقة السهلة اللي الطلبة بتفكر بها. بص انا هفكر فيها ازاي. ان انا قللت الريستانس. فالفولت اللي في المنطقة دي. اللي هو هو الفولت اللي هنا. ايكوال اي فا ريوستات. انا صغرت الريوستات. فصغرت الفولت. فصغرت ليه فصغرت الفولت. الفولت اقل. الفولت هنا اقل. طب ما دي معدي. يعني نفس الفولت. يبقى الفولت هنا برضو ايه? قل. اوكي. طب الاي هنا بيسوي كام? الاي ايكوال في على اثنين ار. لان هما اثنين ار. طيب الار سابتة ما نكش دعو بيها. الفولت اللي في المنطقة دي ما يلو. فالكارنت ايه? يقل. يبقى الجائعة ستكون بي. هنا في طريقتين. تريلي قولتها اللي بتاعت الفين. وده اللي انا بفضلها يعني. طريقتين اللي الطلبة بتفكر بيها برضو مش غلط. ان يقول لي يا مستر الكارنت جاي كده. لا وقدمه فرعين. لو لدي ان الكارنت لفرع من الفروع يزيد في الناحية التانية. زاد هنا. يقل في الناحية التانية وهكذا. برضو من خلط. ما يعني ما فيه اثبات. فاش فايزكس يعني. فقلل انrict هنا ايه? يقلت. يبقى على طول الطريقة السريعة بتاعتكم. الطريقة اللي فيها فيه. لما تقلل ريوستاد. تقلل الفولت هنا. ولما تقلل الفولت هنا يبقى تقلل الفولت فوق لأنهما مارال وثابت. يبقى الفولت تقل لفوق. ولما الفولت يقل لفوق الكرنت برضو يقل. يعني المقامة سابت زي ما شفت هنا كده الفيت ال يبقى القاية ال كده خلصنا البورت الاولاني من اومزلوف روكلوز سيركيت ان شاء الله مرة جاي بإذن الله هنحل بشكل اكتر يعني والواجه بجمع لك كل الافكار من كل المسترمة تحت